أجرى وفد عن جبهة البوليساريو المشارك في أشغال دورة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ هذا الأسبوع سلسلة لقاءات هامة وحلقات نقاش مع عدد من النواب الأوروبيين شملت اللقاءات مختلف المجموعات السياسية بهدف اتلاعهم على الوضع السياسي الحالي في صحراء الغربية وخطورة المنزلق الذي قاد المغرب المنطقة إليها من خلال عقدته التوسعية إضافة إلى الوضعية المزرية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من صحراء الغربية كما أطلع الوفد كذلك النواب الأوروبيين على وضع وتطلعات الشباب الصحراوي وتمسكه بمواصلة النضال حتى تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في الاستقلال والحرية